اشتركوا في القناة ولكل الأمهات اللي مش عارفين شو الفوائد الغذائية للأم والطفل من الرضاعة الطبيعية رح نتطرق كمان لموضوع كتير مهم واللي هو المقارنة ما بين الحليب الاصطناعي والحليب الطبيعي أكيد نحن بنعرف أن الرضاعة الطبيعية أحسن من الرضاعة الاصطناعية ولكن اليوم رح نقارن الحليب الاصطناعي بالحليب الأم الطبيعي وكمان رح نحكي قديش الكمية اللي أنا بحتاجها وشو أعمل بأول ثلاث إلى أربع أيام من الولادة بالعادة الأم بتكون خايفة كتير بهاي الفترة بتشوف نزول بوزن الطفل وبتلجأ للحليب الاصطناعي استبدالا من أنها تضلها على الحليب الطبيعي خوفا من ما أنه الطفل يفقد كتير من وزنه فاليوم رح نتطرق لكل هاي المواضيع يعني ما رح نحكي الإشي المعتاد أنه مفيدة ونحكي عن الفوائد فقط نحكي عن المرحلة الحرجة نحن نعرف بعد الولادة الهرمونات الحالة النفسية مرات الكادر الطبي ما بيساعد المرأة للرضاعة الطبيعية مضبوط أول أربع أيام شو بتنصحي هاتف هلأ مثل ما كنا بنعرف والعديد من الأطباء والخبراء بما في ذلك الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال واللي هي الأمريكين أسوسييشن أوف بيدياتريكس توصي بالرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر بدون اللجوء لأي مكمل غذائي من المي من العصائر مرات بنعطي الطفل ينسون مرات بنعطي حلبة كل هاي الأغذية ماء الهداعي والطب بيأكد عدم استخدامها الأكيد حليب الأم بيعطي الطفل المزيج الصحيح من البروتينات الفيتامينات والمعادن نحن كتير بنخاف لأنه بأول 3 إلى 4 أيام من الولادة الطفل بيفقد من وزنه وهذا الإشي طبيعي أنه الطفل يفقد وزنه بأول 3 إلى 4 أيام حتى أول 5 أيام ما بعد الولادة وهذا الوزن اللي بيفقده ما بيكون متعلق بالرضاعة بيكون بسبب فقدان السوائل اللي بيكون مجمعها جسمه بسبب الرحم عند الأم فالأم بتخاف بهاي الفترة وبتقول أنا ما عم برضع طفلي كفاية لا حليبي غير كافي بالعكس خلينا نضل بأول أسبوع حتى لو كانت الكميات كتير قليلة هذا الحليب بأول أسبوع نحن بنسميه كولوستروم ملك أو حليب اللبا هذا الحليب فيه أكثر نسبة مغذيات ممكن الطفل يحصل عليها بفترة الرضاعة بأكملها فهدول الأول 7 أيام بالعادة بيكون عندي حليب اللبا صحيح هو كميته كتير قليلة ولكن بيكون مغذي جدا لونه مائل إلى الأصفر بسبب تكدس البروتينات والدهون فيه فهذا الإشي طبيعي وكميته رح تكون قليلة نعم بتنصحيها بأول 4 أيام إشي لعشان يشجع لدر الحليب ولا ما بتهمنا زي ما حكيت الكمية ما بهمنا الكمية قد ما بهمنا إنه الأم يكون عندها استعداد على الرضاعة وهذا أكيد بيطلب جهد كبير خاصة إذا أول طفل فيه خوف فيه ألأ إنه أنا مش عارفة كيف أطعمي ابني كتير أشخاص الجارة بتنصحها وإمها بتنصحها وإخواتها بنصحوها وكل شخص عنده إكسبرينس أو تجربة مختلفة تماماً عن الشخص الثاني فلازم تكون مستعدة نفسياً إنه أول أسبوع رح يكون أصعب أسبوع رح يخسر الطفل من وزنه بس هذا الإشي مش متعلق بالرضاعة اللي أنت عم بتردعيها إذا كافي أو مش كافي بأول أسبوع لازم تعطيه حليب اللبا واللي هو أكثر حليب مغذي بالإضافة لشغلة كتير مهمة لازم نحطها بعين الاعتبار واللي هي أنه الطفل طبيعي أنه يصير عنده بأول أسبوع عدم ارتياح بالأكل لأنه جهازه الهضمي هاي أول مرة بيستخدمه فلسه رح يصير عنده نفخار رح يصير عنده إسهار رح يصير عنده استفراغ في أول أو ثالث أو رابع رضعة هو عم بياخدها أو ساشن رضاعة هو عم بياخدها فهذا الإشي طبيعي وما لازم أنه الأم تقلق ولازم أنها تستمر بالرضاعة أبس عم بتقولي أنه ما يكون فيه استخدام لأي سوائل أخرى أو ينسون وغيره ولكن زي ما كمان هلأ قلت أنه مرات بيكون الولد عنده نفخة وتعبان ما بتعرف الأم شو بتعمل هلأ رح نحكي شو بالضبط رح نعمل لما يكون عند الطفل يصاب بالنفخة من فوائد الرضاعة الطبيعية واللي كلنا أكيد بنعرفها أنه هي بتعطي الطفل نسبة عالية من الأنتاي بوديز واللي هي الأجهزة أو المواد الغذائية اللي بتساعد على رفع جهاز المناعة عنده بتحميه من الفيروسات والبكتيريا بالإضافة أنها بتقلل من إصابة الطفل بالربو أو أي مشاكل بالجهاز التنفسي ما ننسى أنه بتعطيه نسبة عالية جدا من الكالسيوم والدهون والبروتينات اللي هو بيحتاجها للنمو بالطريقة الصحيحة بتقلل من خطر الإصابة بأي نوع من الإسهال من الحساسيات فهذا الإشي كمان بسبب حليب الأم أكيد بترفع مستوى الذكاء خاصة في المرحلة المتأخرة من الطفولة فالأطفال اللي عندهم IQ أقل أو نسب تركيز أقل هذا الإشي بعود على الاتكال على الحليب الاصطناعي بدل من حليب الأم كمان ما ننسى أنه هي بترفع من هرمون الأكسيتوسن بالجسم تبع الأم فكل ما أنا رضعت أكتر كل ما در الحليب بيكون عندي أكتر لأنه أنا بحفز هذا الهرمون على إفرازه بجسمي بطريقة أعلى فأنا بردع أول مرة بيزيد من إفراز الهرمون الأكسيتوسن بردع تاني مرة بيزيد أكتر فبيزيد در الحليب هذا الإشي بعود على الفائدة للأم إنها أولاً انقباضات الرحم بتكون بطريقة أسهل بيرجع حجم بطنها للحجم الطبيعي بالإضافة لهذا الإشي إنه نحن لما نعطي هذا الطفل الحليب الطبيعي بيقل الخطر الإصابة بأي نوع من سرطان الرحم سرطان المبيض أو حتى سرطان الثدي عند الأم منشوف قديش فوائده كتير غنية كتير من الأشخاص بتعتقد أنه أنا لما أردع رح أقلل من نسب الكالسيوم الموجودة بجسمي ولكن الدراسات بتثبت عكس هذا الإشي إذا كان غذائي صحيح رح أقدر أخذ كالسيوم للطفل وأزيد حتى من تكدس الكالسيوم بعضام الأم وهو كمان بيحرق يعني موضوع الرضاعة كتير فيه حرق للسعرات الحرارية يعني بيشجع المرأة أنه حجم الحوض يرجع وتخسر وزن بشكل أسرع مضبوط ولكن بحفز الجسم على تخزين الدهون أكتر يعني لما المرأة تكون بتردع بيصير تخزين الدهون عندها أعلى عشان يخبي الجسم للحليب يعني اللي بتردع إيش الأكل بتخزن على شكل دهون أكتر؟ على شكل دهون بنسب أكبر لتخزينه للحليب ولكن إذا كان السعرات الحرارية اللي عم بتتناولها بالطريقة الصحيحة رح يؤدي إلى خسارة الوزن إذا نحن كل يوم عم ناكل كاستين وثلاث كاسات كراوية وأشياء حلوة عشان نزيد من در الحليب هذا رح بالضبط رح يزيد من الوزن للأسف طيب منرجع لموضوع النفخة اللي بتصير عند الطفل ومشاكل النفخة أوكي والتأثير غذاء الأم على نفخة أوكي هلأ رح نحكي بأول إشي النفخة وكيف أنا بقدر أتفادها بالعادة لما نحن نرضع الطفل لازم يكون الفم عند الطفل أعلى من المعدة يعني نحن ما بننيم الطفل بشكل كامل وبنحط له الرضاعة أو بنرضعه لازم يكون الطفل تقريبا مرفوع 45 درجة بهاي الطريقة بيكون الطفل فبيكون رأسه أعلى من المعدة هذا الإشي بيسمح أن الحليب ينزل لقاع المعدة والغازات بتطلع لفوق فمنحنا بنقدر ندشي الطفل بعد ما يترضع بالطريقة الصحيحة فهذا الإشي بيقلل من الغازات بشكل كتير كبير ثاني سبب لوجود الغازات هو عدم العلم بطريقة الرضاعة بالطريقة الصحيحة يعني أنا ممكن أحط الطفل بطريقة خاطئة يؤدي أنه هو الطفل يرضع ولكن بيبلع كتير من الهوى وبالعادة استخدام الرضاعة بيقلل من وجود الهوى عند الطفل يعني بيقلل من ابتلاع الهوى من قبل الطفل فممكن للأمهات اللي عم بتشوف أنه ابنها دائما أو طفلتها دائما عندها غازات بشكل كتير كبير ممكن ألجأ أنه نحن نشفط الحليب ونحط له برضعة الرضعة لازم تكون تنزل كمية أقل في رضعات بنزلوا كتير حليب وفي رضعات بنزلوا أقل حليب يعني من صدر الأم بيدخل هوى أكتر عند الطفل؟ إذا ما كان اللاتشنج تبع الطفل بالطريقة الصحيحة بيكون يس بيبلع كتير الطفل الهوى وهو عم بيحاول أنه يرضع من ثدي تبع الأم فيفضل أنه نحن نشفط الحليب ونحط له برضعة بتطلع نسب أقل من الهوى طيب برد أنا حابة بس بالوقت اللي ضايل نحكي على موضوع أنه إذا الطفل ما تقبل وموضوع الحليب الصناعي أنه بالآخر بعض الأمهات يكونوا مضطرين عليه صح هلأ فيه شو فيه إحنا نقارن بين الحليب الاصطناعي وحليب الأم فيه ست مواد غذائية موجودة بحليب الأم مش دائما موجودة بالحليب الاصطناعي من أهم هاي المواد الغذائية لما نحكي عن المايلن المايلن هي مادة غذائية بتعمل على تغطية النورف سيستم أو الخلايا العصبية بالضبط اللي موجودة عند الطفل هذا المايلن موجود بنسبة كتير عالية بحليب الأم ولكن للأسف مش موجود بالحليب الاصطناعي بالإضافة للمايلن عندي الأركادونيك أسد بالإضافة للدي أتش اي واللي هي أنواع من الأحماض الأمينية اللي بتساعد على نمو الدماغ وشبكة العين بالطريقة الصحيحة كمان موجودة بحليب الأم ولكن للأسف مش موجودة بالحليب الاصطناعي ما ننسى كمان اللوتن اللي هو نوع من الكارتانويدز الفيتامين A اللي بيساعد على نمو شبكة العين بالطريقة الصحيحة موجود بحليب الأم غير موجود بالحليب الاصطناعي كمان ما ننسى الفيتامين E قدين إحنا دائما مناخد فيتامين E لنحافظ على بشرتنا ولكن هو موجود بحليب الأم اللي يحافظ على كل الخلايا والخلايا العصبية والدماغ من الجذور الحرة ومن أكسدتها بسبب جذور الحرة موجود في بعض من الحليب الاصطناعي ولكن ما بيكون موجود بالفورم الطبيعي الناتشرال فورم اللي الطفل بيقدر يمتصه حليب الأم خالي من زيت النخيل اللي بيقلل من امتصاص المواد الغذائية مما في ذلك الكالسيوم وبزيد من النفخة وبزيد من الإمساك عند الأطفال وكمان وأخيرا عندي الكولين والتورين واللي هي مواد غذائية جدا مهمة لنمو الدماغ هذه الست مواد كلها موجودة بحليب الأم مش كلها موجودة بالحليب الاصطناعي فيه أنواع من الحليب الاصطناعي بتحتوي عليها إذا الأم اضطرت أن تلجأ لها أو ما عندها درح حليب نهائيا ما عندها عندها أي نوع من الالتهابات الأمراض عم تاخد antiviral antibacterial medications اضطرت أنها تلجأ للحليب الاصطناعي ممكن ولكن باستشارة خبير أو أخصائي تغذية لحتى هو يحكي لي شو الحليب اللي بيكون محتوي على كل هاي المواد الغذائية مرات فيه حليب اصطناعي بيحتوي عليهم كلهم بس فيه زيت نخيل هذا لازم نبعد عنه نهائيا لأنه كل هاي المواد الموجودة بوجود زيت النخيل مش رح أقدر إني أمتصها بالطريقة الصحيحة نعم إذا النفخة إنت اللي بتحكي عنها عند الطفل بتكون من طريقة الرضاعة من طريقة الرضاعة مش نهائيا عمره حليب الأم ما بيعمل نفخة عند الطفل إلا إذا بعض أو العديد من الدراسات بتحكي إنه غذاء الأم ما بيأثر على النفخة عند الطفل يعني حتى لو هي أكلت على سبيل المثال ملفوف مش رح يعمل نفخة عند الأطفال ولكن مرات الخبرة بتكون أهم من الدراسات شو بتحكي لأنه كتير بسمع من أمهات بيقولوا لما أعطي طفلي أي نوع لما أكل أي نوع من المأكلات اللي بتنفخ حمص فول فلعافل ملفوف أي نوع من الغذاء اللي بينفخ لأ بيصير نفخة عند الطفل فهذا الإشي وارد هذا الإشي مع الخبرة الواحد بيصير يشوفه أكتر من إيش الدراسات بتحكي فبدأت يهتم لغذائها طريقة قعدة الطفل طريقة تشاية الطفل بعد كل رضعه مرات بنص الرضاعة يعني قبل ما ننقل على الثدي التاني بضطر أنه أنا أدشي الطفل لأقلل من وجود الغازات شكراً كتير إليك راندي سياطيك ألف عافية